جمهورية السودان محاطة بعدة دول من ثلاثة اتجاهات تحدها سبعة دول شمالاً وغرباً وجنوباً مع تعدد المعابر البرية والممرات المائية لها الجارة الشمالية مصر تتشارك مع السودان بحدود طولها 1276 كم في منطقة صحراوية بشكل عام وبها معبران رئيسيان هما أشكيت وأرقين ليبيا على الجهة الأخرى تربطها بالسودان حدود تمتد لثلاثمائة واثنين وثمانين كيلو متراً في بيئة تتنوع تضاريسها ما بين صحراء وجبال وسهول يوجد معبر واحد بين الدولتين هو العوينات قرب المثلث الحدودي بين الدولتين ومصر إلى الغرب من السودان شريط حدودي مع تشاد طوله ألف وأربعمائة وثلاثة كيلو مترات ومعبر رئيسي يربط بين مدينتي الجنين في دارفور وأدري في تشاد أقصر حدود للسودان تربطها بجمهورية أفريقيا الوسطى وتقل عن مائتي كيلو متر مع معبر وحيد هو أمدافوغ بالقرب من هذه الحدود نجد أطول حدود للسودان وهي مع دولة جنوب السودان طولها ألف وتسعمائة كيلو متر وبها عشرة معابر حدودية متفق عليها بين الدولتين إلا أنه لم يتم افتتاح كل هذه المعابر في جنوب شرق البلاد تشترك السودان مع أثيوبيا ب744 كيلو متر من الحدود مع معبر رئيسي هو الفشقة سابع الدول المحاذية للسودان إيرتريا مع حدود طولها 605 كيلو مترات ومعبر وحيد هو توكر وفي الجهة الشرقية من السودان وممراتها البحرية على البحر الأحمر فهي تضم ميناءين رئيسيين هما ميناء بورت سودان وسواكن حسن جوليد الحدث لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر